وخبر حزين وغريب لجمهير النادي الاهدي كنا منتكلم من فترة قريبة عن تجدد إصابة محمد محمود أو يعني جات له الإصابة في رجل أخرى ولكن نفس الإصابة قطع فيه الرباط الصليبي وقلنا قضاء وقدر ومش في نفس القدم والعلاق كان تمام بس اللي حصلنا في رجل تانية وده بيحصل مفهوم لكن لما محمود متولي يصاب أو تتجدد إصابته في نفس المكان ما فيه العضلة الخلفية ويغيب بسببها ما يقرم من شهر ونصف هنا فيه علامة استفهام علامة تعجب حطيتها جميع النادي الاهدي النهاردة قدام الجهاز الفني والطبي للنادي الاهدي لعيب بيتم تأهيل وتجهيزه عشان يرجع خلاص أساسي بعد فترة التوقف فجأة يتعرض لإصابة جديدة في نفس المكان العضلة الخلفية الاهدي محتاج مراجعة الاهدي محتاج يشوف جهازه الطبي الخطأ فين؟ كان المشكلة عند مين؟ ممكن عند اللاعب نفسه فيه التأهيل ما نعرفش أنا مش عايز يعني أوجه اتهام لشخص ما أو لجهة ما بعينها ولكن تكرار الإصابة في نفس المكان ده بصراحة بصراحة وإحنا في 2019 ما ينفعش يحصل في كل أندياتنا مش في الأهلي بس إحنا منتكلم في عالم دلوقتي اللي بيجي له إصابة بيخف منها في نص المدة اللي إحنا منخف فيها ما بالك إنت بقى أن إحنا بنكرر الإصابة وفي نفس المكان يبقى فيه مشكلة أرجوكم يعني خلونا نلحقها بسرعة في الأهلي والزمالك والإسمائيلي وأي نادي في مصر بلاش الإصابات تكرار كل العين من دول إحنا بنحتاجه سواء في فريقه أو مع منتخب مصر